الرؤية المزدوجة هي عندما يرى الطفل صورتين لشيء واحد وهو وهي تعتبر من أهم الأعراض الطبية التي يجب التعامل معها بحذر قد تكون ثابتة أو قد تأتي وتذهب ويتراوح العلاج من نظارات خاصة وتمرين العين إلى عمليات جراحية وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا في السوديو أخصائي الطب العيون عند الأطفال دكتور شكري شواف صباح الخير دكتور صباح الخير خلان بداية أن نتكلم عن هذه المشكلة إيش أسبابها تكون؟ أول شيء بدنا نعرف عنه الرؤية المزدوجية يعني وقت لي شخص عم بيطلع على شيء وعم بيشوف بدل صورة صورتين ازدواجي أو ديبلوبيا أو دبل فيجن هلأ وفي نوعين مهمين النوع اللي بيكون مونوكلر أحادي العينين والنوع اللي بيكون بينوكلر يعني ثناء العينين وقت لي بيكون أحادي العينين معناتها الشخص عم بيشوف صورتين بعين وقت لي هو عم بيغطي العين الثاني وعادة الأسباب بتكون بالعين نفسه النوع الثاني هو ثناء العينين أو بينوكلر معناتها الشخص عم بيشوف الصورة صورتين إذا عم بيستعمل عينتينه سوا أما إذا غطى واحدة من العينتين بتختفي الإزدواجية هلأ أسباب هذا موضوع طويل ومتشعب كتير رح حاول بسطه اليوم هلأ وفي عنا فرق بين الكبار والصغار عند الصغار أهم شي نعرف أنه مركز الإبصار بالدماغ ما بيكتمل نموه وقت اللي بيكونه ولده ما بيكتمل نموه لحد ديت عمر الست سبع سنوات كم عدل بهالوقت بيكون عم بيبطوروا بحاجة لتوصلوا صورة واضحة من العينين لتوصل لمركز الإبصار بالدماغ لحتى يضلوا عم بيتمشط إذا صار أي عائق لهالموضوع منوء الدماغ ما بيقدر يطابق الصورتين المختلفتين اللي جاي كل واحدة من عين مختلفة عن التاني بقى ما بيقدر يطابقون بقى بيلغي واحدة من الصور اللي جاي من العينين بيصير في كبت أو سابرشن وهيدي بتودي لشي اسمه كسل وظيفة أو الغمش إذا الكسل الوظيفة ما تعالج قبل عمره السبع سنوات مثلا انترك الطفل لصار عمره عشر سنين أو أكثر بيصير منه كتير صعب يتعالج وقته وهيدي بفرجينا أهمية الفحص الروتيني عند الأطفال على صحة السلامة لازم نفحص أطفالنا عمره ثلاث سنوات والخمس سنوات على صحة السلامة لأنه نحن كأطب عيون منفتش على المشاكل هذه ومنعالجها بوقتها لأنه مثل ما قلنا العلاج المتأخر بيودي لنتيج أسوأ هلأ شو الفرق بين الكبير والصغير أنه الكبير وقته يشوف الشخص البالغ وقته يشوف صورة مزدوجة الدماغه مكتمل خلص ما بقى بيقدر يتكيف مع الوضع الجديد هايدي الشغلة بتصير بتأثر على حياته اليومية ما بتخليه يقوم بواج بيته اليومية مثل اسوأت السيارة شغله الكمبيوتر أما الأطفال مثل ما قلنا الدماغة بيلغي واحدة من الصورتين الأطفال بيحسوا بيشعروا بالأول بيزدواجية بالرؤية بس هايدي ما بتدوم كتير وحتى لو شعر الطفل الطفل ما بيعرف يشكي ما بيعرف شو الطبيعي لحتى يقول هيدا مش طبيعي طيب خلينا نتكلم دكتور عن أنواعها احنا ذكرنا الأنواع تقريبا بس ذكرنا عن الأطفال والكبار هل في أنواع مختلفة؟ نعم هلأ إذا بنحكي عن أحدية العينين يعني اللي بتصير بعين وحدي بقى فيه قائمة بالأسباب هي الأخطاء الانكسارية من نوع الأستيجماتيزم أو اللابؤرية بالعامة منسمية الانحراف فيه مشاكل القرنية مثل القرنية المخروطية والعتماد القرنية فيه مشاكل القسحية مثل البؤبؤ المتعدد اللي بينتج يا أما عن جراحة يا أما عن التهابات أو أمراض معينة أو ضربات ومشاكل الشبكية وهاي عادة علاج عن طبيب العيون أما أسباب ازدواجية الرؤية اللي ثنائية العينين يعني اللي بتصير بالعينين مفتوحين سوا أول واحدة كمان هن كتار رح نذكر منهم الحوال الحوال عند الأطفال والتاني شغلة فيه بعض الأدوية مثل أدوية علاج الصراح أدوية المهدئات بعض السموم والمخدرات في الأمراض العامة مثل اللي بتكون بالجسم كله مثل السكري مثل الضغط مثل الالتهابات الغدة الدرقية في بعض الأمراض اللي بتصيب الجهاز العصبي مثل التصلب اللوايح المتعدد أو المايستينيا جرافس اللي ما بتصير إلا عند التعب بيصير عنده إزدواجية في عنا مشاكل الضربات أو الحوادث اللي ممكن تودي لكسور نزيف أو كد مات للأعصاب اللي بتغزي عضلية العين في عنا مشاكل الجيوب الأنفية مثل الالتهابات والكسور وفي سبب مهم ما لازم ننسيه هو الأورام اللي تصير بجحر العين أو بالدماغ وهي دي بتأثر على عمل عضلية العين وبالتالي بتودي لإزدواجية بالرؤية طيب هل في عراض أخرى غير مثلا إزدواجية ممكن تترافق مع المشكلة؟ نعم هل إذا حكينا عن الحوال بحد ذاته عند الأطفال قلنا بس في العوارض الثاني هو الكسل الوظيفي أما عند الكبار هذه العوارض المصاحبة للإزدواجية الرؤية شغلة كتير مهمة لأنه كأطباء لأنه هذه اللي بتسمح لنا نحدد وين السبب بتساعدنا نوجه طبيب الأشعة شو يعمل أي صورة شو هن فحوصات الدم اللي لازم تنعمل أي طبيب لازم يتدخل اللي يساعدنا بالعلاج وهون بدي أذكر حالي اللي هي تكيّس أو تدخم بواحد من الشرايين الكبيرة بالدماغ بيكبس على العصب الثالث اللي بيغزة بعض أربع من عضلات العين هايدي حالة طارقة لازم المريض ضغري يمبعث على الطوارئ يتأكد التشخيص يتعالج ضغري عبر تدخل جراحي لأنه ممكن يصير فيه نزيف بأي وقت اللي كان هلأ مثل ما حدثت تفضلت بحالات الحوال العادية عند الأطفال هي العلاج عن طبيب العيون من نظارات لتغطية عين لجراحة وهيضا اختصاص بحد ذاته أما الأشياء الثانية اللي ذكرناها بيصير فيه تعاون بين طبيب العيون وطبيب المختص اللي بيدخل المرض المسبب تحت مجال اختصاصه طيب عندنا بس سؤال آخر إذا مثلا خلينا نقول الطفلة عدت التشخيص وطلع ما في شي بالعين هل ممكن يكون بس تعب العين من مثلا الأجهزة الإلكترونية وكده يعني إيش ممكن يكون لا في حالات قليلة في أشخاص وحتى أطفال هم بيقدروا إراديا يخلوا حالهم يشوفوا دبل أو يشوفوا ازدواجية وهذه ما فيها ضرر وهذه ما فيها ضرر بس هذه صعب تشخيصها لأنه بدنا نتأكد أنه ما فيه أي شي تاني يعني قد يكون إرهاق للعين مثلا بحكينا عن واحدة من الأمراض اللي بيصير فيه إرهاق بس الإرهاق بيصير بنوع من بأنواع بعض أنواع الحوال مثل الحوال المتقطع الخارجي أو التندنسي اللي يصير عنده حوال مثل الإيزوفوريا إيزوفوريا وهيدولي نعم عند التعب بتصير هلأ إذا بدنا نعمل بعتقد يمكن الوقت قرب يخلص إذا بدنا نعمل خلاصة أي شخص بيشعر بأنه عنده ازدواجية بالرؤية لازم تغريد ويشوف طبيب العيون لأنه بعض الحالات لازم تتعالج بسرعة كل مكان راح أبكر كل ما النتائج أفضل أهمية فحص الدوري للأطفال عند عمر الثلاث سنوات والخمس سنوات روتينيا على صحة السلامة وعادة بمعظم الحالات إذا تشخص المرض عبكير وتعالج عبكير النهايات إن شاء الله بتكون سعيدة أحيانا أحيانا أحيانا